اهلا برج العزراء طاقتك انت السيكسوفوند السيكسوفوند دي طاقة فيها ممكن انت في الوقت الحالي مثلا مختم بالشغل مختم بالنجاحات مختم بحاجة موجودة في حياتك في الوقت الحالي ممكن تكون انت مثلا بتظهر عينات للطرف الاخر انا شايفا الطاقة بتاعتك انت برج ترابي لكن الطاقة بتاعتك نارية في الوقت الحالي يا برج العزراء شايفا طاقة برج الاسد طغية عليك الانالسيكسوفوند كمان بنعتبره برج الاسد ممكن عندك شعور بالانا عالي في الوقت الحالي ممكن تكون محقق شهرة محقق نجاح او بتسعيل ده او انت في علاقة يهمك فيها شكلك قوي او كلام الاخرين او انت في علاقة عايز تواديها لترسيم او اشهار او كده يعني ال او تخرج للاعاقة دي طاقة برج العزراء اه انت في حد بتحبه اااااااااااااااااااااااااااااااااا incrGAN انت انت غاق بالمشاهم ، ويكون أثنان ممكن طب Cóبينة مختلفة حد سıylaights يكون انت غاق ده بينكم andる absorber او بلاد مختلفة مثلا او... مسحلين يشتغل يا تجع وتجعوش من انواء انواء الاختلافين بالمشاكل او 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 عاوز تتوجي العلاقة دي ممكن العلاقة دي يكون فيها مشاعر حب بس في الوقت الحالي او يعني دي وصلت درجة العشق يعني دول العشركين وفيه حاجة انت عايز تغيرها عايز تغيرها لصالح حق يعني او لصالح العلاقة بشكل عيد او تتويج العلاقة دي انك انت تكون موجود مع الشخص ده الشخص ده زي ما قلت ممكن يكون فيه بينك وبينه اختلافات في الوقت الحالي او انت شخص محقق نجاح وشغرة في الوقت الحالي وعامل توازن بين طاقتك الانسوية والذكورية وعامل تغيير في عالمك ومخيطك في الوقت الحالي عامل حاجة واوك حاجة حلوة قوي المهم انت طاقتك حلوة جدا وشايفها في الطاقة بتاعتك معاك برج الاسد زي ما قلته برج الجوزاء وهنا الورلد فيه كل الاسد وثور وعزراء وكل الثقات او كل الابراغ طلقت شريكة الطاقة فيها حق فيها مشاعر فيها مشاعر حب ومتبابة طاقت شريكة الطاقة الشريكة الطاقة الشريكة من زواج او ارتباط بس انا شايفها معاها نايتو في كابسل الجرجمنت شخص ده عاوز يعيد العلاقة من اول مدين عاوز يكون فيه يقدم لك حبي يقدم لك مشاعر دي الطاقة بتاعته العلمة هشوفنا شعب هنا دلوقتي لان ممكن في طاقته العلمة يكون ده حاصل مثلا مع حد تاني او يكون في حالة تانية او في حاجة تانية يعني لكن الطاقة بتاعته إثنان انتو حلوان جدا 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 شايف الاول ممكن يكون فيه بينكم بعض مسافة ممكن يكون فيه بينكم بعض مسافة ممكن يكون فيه بينكم طرف ثالث ممكن يكون فيه حد فيكم عنده طرف ثالث طاقة العلاقة ما بينكم طاقة العلاقة ما بينكم فيه مرأبة انتم ممكن كأن هنا واضحي مثلا كأن مثلا اتنين بيحبوا بعض السر او كده فيه خوف من رغض فيه وجود طرف ثالث اي امكان ايه هو نور الطرف الثالث مغد النظر هو عاطفي او عمل او صفر او اهل او كده وفيه مرأبة والمرأبة هنا طاقة العلاقة ما بينكم ودي بتشملكم انتم الاثنين فانت بتعرف ده منك انت او منه ممكن يكون منكم انتم الاثنين فيه مرأبة لكن فيه خوف فيه خوف وفيه حذر وفيه خوف من رفض كمان من حد فيكم يعني فيه خوف من رفض بسبب وجود هائق او حاجة ثالثة او كده فيه حد مش قادر ياخد قرار تجاه حاجة في الوقت الحالي فيه كمان حاجة تخص مثلا كلام ناس او مخوف من كلام ناس او حاجة زي كده اكيد كل حد يبقى عارف ايه الوضع بالنسباله طيب ايه مشاعره تجاهك نويات خطواته القادمة مسير العلاقة مشاعره تجاهك ممكن تكونوا انتوا مع بعض في الشغل ممكن تكونوا مع بعض في شغل ممكن تكونوا اصدقاء اصدقاء عيدة او اصدقاء او اسرة واحدة او كده سري اوف بنت كان مشاعره تجاهك برضو ممكن تقول ان فيه وجود طرف تالي عند حد فيكم مشاعره تجاهك في الطاقة ايه بحالي او 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 منع مشاعر في الوقت الحيبي ممكن الشخص اللي انت بتحبه ده ممكن يكونوا هو في علاقة كاملة بالفعل يعني علاقة تانية معروفة وانت علاقة سرية ممكن من بعض مثل اكيد ده مش كل بريك العزراء كمان هنا في المشاعر فيه طاقة تردد او طاقة ما فيهاش استكرار فى الوقت الحالي يعني المشخص ده مش شايفه فيه مشاعر كوية فى الوقت الحالي لكن فيه طاقة تردد وعلاقة رايحة جاية مش مش شخص يعني شايف اقول ان هو شخص اللي عبي أنا شايف هنا الطاقة النارية اللي هي طاقة فيها الشغف لكن هذا النيتوفوند حد مش مستقر في المشاعر بتاعته تجاهك هو هنا مستقر في المشاعر اللي هو موجود فيه اللي هو التو اوف قبس والنيتوف قبس هنا تجاهك مش مستقر في المشاعر هنأكد اكتر ايه مشاعره تجاهك في الطاقة الحالية طيب الشخص ده ممكن عايز يسيب طرف ثالث ويجي لك يا برج العزراء او عايز يعبر عن مشاعره او نستنيج انك انت تعبر عن مشاعرك لان انا واضح لي هنا ان دي علاقة فيها اشخاص جداد ولو انتو في زواج او انتو كنت متزوجين ومنفصلين فالشخص ده عايز يعبر عن حب ويجي تاني وعايز يبقى فيه اجتماع تاني بينك وبينه لمنشمل ارتباط او لو هو كراش او حد انت بتحبه فالشخص ده يا ام عايزك تكلمه او عايز هو يكلمك عشان عايز يكون فيه بينكم زواج او ارتباط لكن شافه فيه تفكير في بعض او انتقال من مكان لمكان او انتقال من حالة لحالة او خروج من وضع الماء تمام؟ لان الشخص ده فيه مشكلة عاملة فيه حاجة تخص يبقى شغله تخص مجود كراف ثالث حاجة مش قادر ياخد فيها قرار في الوقت الحالي نوايات جهك او تجاه العلاقة هو عاوز يعمل توازن الشخص ده فيه فوق دماغه شخصين ممكن تكون ام ممكن امه واخت ممكن امه وزوجه فيه حد موجود معاه ما خليه مش قادر يعمل توازن في الوقت الحالي او ياخد قرار صحيح في الطاقة الحالية بيأثر على عقله بيأثر حد اي اشخاص موجودين معاه بيأثروا على الطريقة اللي هو بيفكر بها ايه نوايات جهك او تجاه العلاقة او شخص ده عايز يدي حاجة او عاوز هو شايف ان هو عشان يكون معاك ده اللي تقف قبس ثاني عشان هو يكون معاك لازم يخرج من حاجة لازم حاجة يبوتها لازم اشخاص يخرجهم من حياته لازم اشخاص يتخلص منهم مش يتخلص منهم يبوتهم يعني لا لازم يحصل تغيير عشان هو يكون معاك خطوة قوية يقدم عليها عشان هو يكون معاك خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة الامبرور امبرور زي بيقول مسلا ممكن يكون فيه عمل ناجح وممكن يكون زواج او ارتباط تفكير واكد هنا زواج او ارتباط لان هنا هو كانت يفكر في الزواج او في الارتباط خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة زي ما قلت الشخص ده شايل هم حاجة او مسؤولية حاجة ممكن يكون عنده مسؤولية حاجة تانية بالتانية ارتباط ممكن يكون عمل هو شخص مسؤول عن اسرة عن حاجات مثلا في حياته ممكن شخص مثلا خايف فعلا من كلام ناس او متصرف ما هو يعمله شخص ده بيحافظ على شكله جدا ومتحمل المسؤولية اللي هو موجود فيها مش عامد يظهر بصورة الشخص الخاين او المخادع او كده يعني فالخطوات القادمة هيكون فيها قرار حاسم لكن هو عامله لود يعني عامله ضغط في الوقت الحالي كأن فيه حاجة لازم قرار لازم يتخذه بس هو صعب عليه في الطاقة الحالية مصير العلاقة بربل فايف وفصورت اللي هو ده فيه حد فيكو هيستسلم يعني اللي هو استسلم لوضع للموقف وهنا فيه تدخل الاشخاص بشكل كبير فيه تدخل مش انت وهو الوحيد مصير العلاقة او الاول قبل العلاقة في الطاقة الحالية ده ما يكونش مصير مطلق يعني عشان ما حدش يقلع او يبقى خيف او كده مصير لا لا او بصوا هيغبقى فيه تحديات الشيء اللي هو عاوز يعمله ده حدا صعب هيكون فيه تحديات فيه حد ما هيخرج من حياة الشخص ده وعشان انتو تكونوا موجودين مع بعض فيه توازن ما يحصل فيه ارتباط وفيه تحمل للمسؤولية فيه تعويض ليك يا برج العزرات شايفا فيه طاقة فيه اعمل في العلاقة بشكل كبير بس يعني ممكن يكون فيه ارتباط بسبب هنا مشاعره وبسبب خطواته القادمة ممكن اقول ان الموضوع ممكن يكون فيه ارتباط لكن شايفا فيه ارتباط فيه عمل مشترك فيه مصالح مشترك فيه حاجات كتير يعني ممكن تحصل في العلاقة ده توازن بداية الخطوة مثلا هيجي بعدها خطوات تانية لكن الخطوة هتكون مرضية بالنسبة لك او مصير العلاقة هتكون مرضي بالنسبة لك الابراج اللي انا شايفاها هنا شايفا برج زي ما عطت الابراج الموجود هنا يوزاء واسد وبرج تي كل الابراج او الابراج شايفا برج العقرب اسد يوزاء وميزان حمر ميزان وكل التقاط الموجود القادم لبرج العزراء القادم السري ممكن يكون حد من الماضي ممكن يكون حد من الماضي كان جارحك ويدخل في علاقة ثالثة بص هقول في كل الاحتمالات ممكن يكون حد من الماضي كان دخل في علاقة ثالثة من الماضي زروفه ونفس زروفك يعني حصل معي نفس التسرق الحاجات اللي حصلت مثلا في حياتك فهتكونوا تعويض لبعض مال قادر لبرج العزراء عزلين انا شايفة ان حد من الماضي ولو انت مكنش عندك حد من الماضي فانت محتاج انك انت تتخلص من طاقة وسلبية علشان تسهل القادر لو انت ماندكش انا شايفة انا في احتمال وجود طاقة سلبية بتسبب لك اذمات او عرافيل عاطفية في حياتك من قادر من برج العزراء عازبين حاولوا تعملوا تخصينات حاولوا تخصينات حاولوا تخصينات الاختسال او الاستحمال بمية وملح لتنظيف الطاقة طيب اللي جاي لك ده دي نسبة كبيرة من النقوة حد من الماضي او انت فيك طاقة سلبية تخلص منها عشان في حد جاي فعلا في حد انت على علاقة بيه او كنت على علاقة بيه الارتباط بينك وبينه هيروح لمستوى اعلى يعني بتحبوا بعض فحيحصل مثلا ارتباط رسمي خطوبة او كده فيه خطوبة فحيبقى فيه زواج اللي جاي حد انت عارفه فيه بينك وبينه كيمستري عالي انت ممكن تكون شاكك في انه هو يجي او كده وعلى فكرة اللي انت بتفكر فيه اللي انت بتحس بيه هو اللي بيحصل جميل قي وتمر دايما دي بيقول له استقNA اتمن او او كده AUD كي داء كانت كل هذا الهاتف لأن مهمة جدا� bosan التاقة تقليص به تكون وagem منها كانت جدا جدا لأن اللي انت بتصدقس وممسانت بتشعر به او احساسك بيكون عالي في هو اللي بيحصل مهما اي حد قالك angefائك لاذا فخلي بالك من نقطة زي كده لازم تكون واسط للحاجة اللي انت فيه ويكون عندك ارادة قوية انا شايفك ان كان شخص قوي ومتوازن في حياتك يعني فحاول تكون عندك الثقة في الجانب العاطفي وتنسى الامور اللي مرن في حياتك ممكن تكون انت مثلا جاي ده حد كان خانك مسبب لك ألو مجرح كبير قوي او كانت علاقة قرمة في الماضي بسبب مثلا تدخر لاشخاص بطاقة سلبية الحد ده ممكن يكون برقبك ممكن تكون العلاقة دي مسلا فيها ادمان او طاقة تعلق قوية جدا او حد كان رابطك مثلا في حاجة في ارتباط في حاجة زي كده المهم فيه شيء سلبي او شيء سام لازم انت تعمل شفاء منه لان انت جاهلك حاجات كويسة ولازم يكون تعلي طاقة الثقة والتفاؤل بان اللي جاي خير يعني ما تقولش النفسك ما تحس حاجات سلبية اتجاه القادم في حياتك لان فيه تطور وفيه شخص يا اما هتقبله جديد هيحصل فيه بينك وبينه الجذاب عالي يا اما الشخص اللي انت تعرفه بالفعل اللي فيه بينك وبينه كيمستري العلاقة بينك وبينه هتتطور ليه المستوى عامي تمام تمام فان شاء الله خير ومدفعه خير ولما قولي اني فيه طاقة سلبية دي صدقوني حاجة متخوفش يعني دي انا هنا قلت ليه طاقة سلبية بسبب ايه دول تمام الطاقة السلبية لو انت باحساسك يعني التفكير ااا واا فكرت فيها بشكل مجبير يعني كبرتها call it تكبر لو انت حقرتها inanفسها هيكون التأثير عليك فمش هيكون لها تأثير عليك احنا محتاجين بس فيوجود الطاقات السلبية اني احنا نحقر الطاقة السلبية او طاقة السحرة او الحسد او الحاجات دي وانعظم طاقة الخارج ايه IS في ناس بقى مشكلة اللي هما بيعانوا من الطاقة السلبية الفترة طويلة لان هما بيعظموا او بيكبروا طاقة السحر والحسن جداً وينزلوا طاقة الخلق استغفر الله العظيم يا ربي يعني فبالتالي الطاقة بتأثر فيهم بشكل قوي فخلوا بالكم من احساسكم وان حاجة زي كده مش مؤثرة اطلاقاً يعني الا اذا انت سمحت لها تأصير وهنا بيقول لك تاني صدق دورك ادعى الزراق وهنا بيقول لك صدق نفس الكلام اللي هدعى ما لقوله طول القراءة طيب هقول لكم بعد هنا برضو خليك واثق ممكن بعضوك يكون قلقان مهزوز مش متأكد خايف من القادم في حاجة معينة مثلاً هزا ثقته بنفسه او ثقته بالاخرين او ثقته بالمواقف اللي بتمر في حياته مثلاً بيكون بقالها فترة فانت خايف او قلقان او كده لأ برج العزراء متخافش ومتقلقش وخليك واثق وهنا بيقول لك في بريف يعني ان كنت تؤمن والايمان اللي هو التزديق بالشيء التقطين دول مع بعض الثقة والايمان واتدرب نفسك لوقت مهما تجي لك طاقة من بره او افكار من بره لا مش ممكن لا مستحيل بقى يمكن الشيء اللي انت عايزه لو انت وثقت وصدقت الشيء ده يتنفذ في حياتك بشكل سريع جداً انت متتوقعهش هنا كمان بيقول لك take action و you are ready ممكن انت محتاج تاخد خطوة في حاجة في حياتك ممكن تكون انت محتاج تاخد خطوة مثلاً للشريك او اتجاه نفسك او اتجاه شغلك او تجديد حاجة في حياتك او حاجة في شكلك او كده وهنا بيأكد لك انك انت مستعد للخطوة دي فشوف ايه اللي انت مستعد ليه في الوقت الحالي عشان تاخد فيه خطوة صعب ان احنا نقعد نسمع طارو لان الطارو مش بيحقق لك شيء لكن هو بيرشدك ايه الخطوات اللي انت لازم تعملها او تكون عليها في الفترة اللي جاية او تعمل ايه بالضبط ولما تسمع بتنفذ انا المفروض اعمل كذا اخد خطوة اياً كان شكل الخطوة او صغرها لكن هتفرق مدام انت محتاج انك تتحرك تجاه شيء هنا كمان بيأكد لك كارتيس بيأكد لك وفيه اجتماع بينك وبين شخص على فكرة وكارتيس ده برضو بيأكد لك مجمع الكراءة واللي هيحصل ده هيكون في الوقت المناسب يعني مهما انت في الوقت الحالي مهم جدا ان اقول لكم حاجة سريعة كده بس في الطاقة الرضا او احساس الطمأنينة والزكينة في الوضع الحالي اللي انا موجود فيه اياً كان شكله واياً كانت الظروف ان انا ارضى علشان اقدر انتقل للوضع اللي بعدين ارضى واسعة للمرحلة اللي بعد كده فهيكون مبسوط في الحاجة اللي هتيجي بعد كده لو انا فضلت معاند او فضلت متضايق او تعبان في الوضع اللي انا موجود فيه وايه اللي بيحصل لي وايه اللي انا عايزه في حياتي وايه مش بيجيلي الوضع اللي انا موجود فيه هيستمر الى ان نغير ما بأكفصنا اسمعوا ده كويس جداً وعن تجربة شخصية والاشخاص كتير جداً ممكن الناس كمان تكون بتعمل ما يكرا اقصاص تتكلم في التعليقات انه هما كانوا في مرحلة ايه وبفضل الله معانا وصلوا لمرحلة ايه فخلوا بقى لكم ده بالنسبة لاشخاص اللي تسمع الكراءة او بتسمع التوجيهات فيه اشخاص بتبقى عايزة واحد اتنين ثلاثة يعني قولونا طي ماشي وهو فيه حاجات حواليك ما انت انسان كامل فيه مثلاً عندك مشاكل فيه لغباطة في التفكير بتاعدي فيه حاجة بتصد عنك ما انا لازم اقول لك مثلاً انه فيه حاجات كذا كذا لازم تعملها عشان انت تاخد خطوات تجاهها عشان الشيء يتغير في حياتك بالفعل فخلوا بقى لكم الحاجة اللي هتيجي هتيجي في وقتها الصح ووقتها المناسب ليك وليك ظروف فانت ارضى بالوضع انحالي بس رضا مع سعي للوضع اللي انت عايش تكون موجود